أرغب في عمل توكيل يعني ايه أرغب في عمل توكيل التطبيق ده الموقع يعني طيب احنا كده هنقلنا من القانون اه نشرح لنقل الملكية العقارية للتوصيق للتوصيق فيه ازدحام أمام مقرات فروع التوصيق على مستوى الجمهورية ماشي عدد مقرات التوصيق على مستوى الجمهورية فيها أمام ها ازدحام مم وزارة العدل اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الازدحام طيب تعمل ايه أول حاجة وقعت بروتقول مع الهيئة القومية للبريد بإنشاء وافتتاح عدد 110 مقر داخل مكاتب البريد للتوصيق يبقى انا عندي توسع أفقي في مقرات البريد موجود فيها مقر للشهر العقاري يقوم بعمل التوصيق ماشي في سكة التكامل التكامل وطراب يبقى ده بروتقول حل المشكلة آه حل المشكلة طبعا لأننا عند 110 مكتب بريد يستطيع المواطن وجد ازدحام في منطقة والمنطقة دي فيها مكتب بريد ومكتب البريد فيها شبابية للتوصيق يبقى السيد المواطن يقدر توجه لمكتب البريد اللي فيه توصيق اللي فيه توصيق يبقى خف في الازدحام صح دي اما رؤية الدولة ورؤية وزارة العدل قائمة على ايه شوف المشكلة فين ونشوف الخطة الحل لهذه المشكلة فيه ازدحام طبعا عندي فرع من مكتب في رواع التوصيق فيه خمس موصيقين الخمس موصيقين قائم عليهم حي بالكامل طب لما لما نشئ مكتب بريد فيه فرعين أفتت عدد الموصيقين ثلاثة يروحوا هنا واثنين يقعدوا هنا قد الخمسة وفي نفس الوقت المواطنين هنا وهنا يبقاه دي رؤية الدولة ورؤية وزارة العدل في فضل اتشار تاني حاجة سيارات التوصيق المتنكلة ايوه بالفعل برتوكول تم ما بين وزارة التخطيط ووزارة العدل والاتصالات على اساس انشاء سيارات للتوصيق المتنكلة وبيعندنا دلوقتي اسطول من السيارات التوصيق مغطية كافة محافظات الجمهورية وفي خط ساخن 15-39 يستطيع السيد المواطن التواصل مع هذا الخط وبيحدد له الزمن والمكان اللي بينتقل هذه السيارات مجهزة بأحدث وسائل التكنوليشة الحديثة شهر عقاري متنكل متنكل ومش كده بالبصمة الإلكترونية مش الحبر التعزيم لا 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 والأخطر من كده السيد الموسك بيطلق لحضرك لحد الشقة بتحتك بيمضيك أو على الإجراء وبيسلمك الصلة الرسمية في عقر دارك في منزلك الأخطر من كده ان هذه السيارات وتوكيلات هذه السيارات ربط على شبكة معلومات مصلحة الشهر عقاري والتوصيق فتتسجل مركزي على طول بمعنى انت عملت توكيل ساعتك هنا في القاهرة بالصيرة المتنكلة طب انت موجود في اسكندرية وعاوز تأخذ منه صورة هتيجي القاهرة تأخذ منه صورة لا في فرع اي فرع مميكل في اسكندرية تطلب صورة من التوكيل يستدعيها ودعو صورة منه طب في اسواق تأخذ منه صورة يبقى عندي عملية التحول الرقمي وعملية انتشار الخدمات المتعددة في قطاعات الشهر العقاري أدت إلى ايه أنا دلوقتي ما عنديش مشكلة في التوصيق دلوقتي ازدحام زي زماني انت كنت حضرتك ما تتخيلش تالت حاجة ودي افتتاح العديد من فروع التوصيق المتميزة ودي ساعدتك فروع يعني ايه بقى ده فروع فرع من التوصيق زي مول العرب سودي عندنا ست ستار تشوف اللي في اسكندرية هزي الفروع مميزة الخدمة فيها على الحجز المسبق انت ساعدتك بتحجز برضو 15 تلات ساعت نعم لأ دل فروع المميزة بتخش على بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية وبتحجز وبيحدد لساعدتك وتقول لنا عاوز ست ستار يقول لك يوم الخميس الساعة عشر الصبح قدام الأستاذ فلان وانت ساعتك بتكتب توكيلك من ناو خلال بوابة مصر الرقمية بتروح حضرتك في نفس التوقيت بتلاقي إذا سيد الموصق منتظر ساعت بيعمل حاجة وحدة بس لما فيها الشهر سيد الموصق بتحقق من حاجة وحدة بس من شخصيتك ومن أهليتك فقط بيسأل حضرتك انت بحضرتك بتعمل التوقيت فلان فلان قعدت أمام بتحقق من شخصيتك اضبع التوقيت تفضل خدمات التوصيق بقت دلوقتي احنا خدنا طريق كبير جدا في التوصيق ووزارة العدل بتبحث جاهدة عن حل جميع المشاكل التي تقضي على الازدحام وتوصل الخدمة بطريقة سهلة وبطريقة مايصور حلو جدا ايه هي بقى الحقيبة يعني انا عارف ارغب في عمل التوكيل وعندنا السيرات المتنقلة وعندنا الحاجات اللي في البريد وعندنا المكاتب نفسها وما إلى ذلك ايه الحقيبة دي ما الحقيبة اللي هي داخل السيرات المتنقلة اللي بيطاع السيد الموسط قد فيها دي دي اي حد من حقه انه هو يطلب انها يستخدمها ولا مثلا كبار السن حد مريض لا 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 على فك اي حد متاحة للجميع هذه الخدمة متاحة للجميع طب خل اسعدتك ممكن انت اسعدتك تكون مش عاوز تنزل للشارع وعاوز تستفيد بالخدمة الخدمة خدمات التوصيق اللي هي خاصة بالفي اي بي او سارة التوصيق المتنقلة كل هذه الخدمات متاحة للجميع اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت طلب الخدمة ومحتاج الخدمة الخدمة متاحة للجميع